موجز الأهم الأخبار مع منات فضل يمن شكرا ليك شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوداعي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي المملكة العربية السعودية بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر والتي استمرت لمدة يومين وخلال مباحثاته مع ولي عهد السعودية أشهد الرئيس سيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات من جانبه بعت ولي العهد السعودي برقية شكر إلى الرئيس السيسي إثرى مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية له وأعرب بن سلمان في البرقية عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه هو الوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات تنائية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي عقب استقباله بقصر الاتحادية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية حيث أشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها التابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض آية ممارسة تسعى إلى زعزعة استقراره قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين أصبح محفلا أفريقيا فعالا وجامعا لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة وأيضا بلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدمة وخلال كلمته أمام الدورة الثلاثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدمين أضاف الرئيس السيسي أن الدورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها أواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة وخاصة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي انخفضت إلى 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار فيما يمثل هذا الرقم تل تحتياطيات قبل ثلاثة أهوام وأضاف سلامة أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله قانونا لإصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة قتل 15 شخصا من بينهم طفل في قصف روسي على منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا وقال حاكم خاركييف إن القتلى والجرحى سقطوا في أربعة حوادث منفصلة موضحا إن القوات الروسية أطلقت النيران على بلدة شغيف الواقع على مسافة 30 كم جنوب شرق مدينة خاركييف ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخر بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ أربعين عاما عند 9.1% في مايو الماضي وأظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاد الوطنية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى أعلى مستوى له منذ عام 1982 وشهدت ملايين الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ارتفاعا بلغ 54% في فواتير الغاز والكهرباء في شهر إبريل بعد رفع أسعار الطاقة أعد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراح قانون يفرض قيودا محدودة على حيازة الأسلحة النارية في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ سانتر تشاك شومر أن هذا النص المدعوم من أعضاء الحزبين يمثل تقدما وسينقذ أرواحا أعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن زلزالا برغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر أدى إلى مصرع أكثر من 280 شخصا على الأقل شرق البلاد وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتكا حيث أدى زلزالا أيضا إلى إصابة المئات وختاما يستضيف الأهل فريق غزل المحلة تساعة مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين من الدور الممتاز وفي مباراة أخرى بذات الجولة يحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم بينما يلتقي بيراميدز مع إيستن كومباني يذكر أن الزمالك يعتلي صدارة البطولة برصيد 45 نقطة ويحل بيراميدز ثانيا فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ويتبقى للمارد الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة نهاية مجاز التساع عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل